طبيعي لحالة الانقسام الموجودة داخل المجتمع وكمرادف طبيعي أيضاً لقياب السلام ولقضايا متعلقة بالتهميش الاغتصادي والاجتماعي وكافة القضايا المترتبة على هذا الجانب إذن السلام هو مرتبط ارتباط وسيغ جداً بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بشكل عام فلذلك عندما ننظر إلى مفهوم الأمن يجب أن ننظر إلى هذا المفهوم الشامل فالأمن لا يعني بأي حال من الأحوال الشيء المتعلق بمسألة القوات الأمنية نعم إنما هو مفهوم شامل يرتبط بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإلى آخره من هذه الجوانب بمعنى أن السياسات العامة للدولة هي لا بد أن ترتبط باستراتيجية وطنية أمنية شاملة وبالتالي أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو اقتصادية ما لم ترتبط بالبعد الأمني والاقتصادي أقصد البعد الأمن الشامل بتظل هي سياسة بعيدة عن تحقيق أهدافها بشكل كبير فالأمن والتنمية يكاد يكون مرادفين لبعض لا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية فلا يمكن أن نتحدث عن تنمية وعن نهضة اقتصادية أو اجتماعية في البلد ما لم يكن هذا مرتبط ارتباط وسيغ ببحكيك الأمن والأمن ليس مرتبط بالأجهزة الأمنية صحيح الأجهزة الأمنية هي الأدوات الفاعلة والآليات الفاعلة لتحقيق الأمن لكنه أيضا ليس مرتبط بهذه الأجهزة الأمنية بمعنى أن مسئولية الأمن هي مسئولية مرتبطة بالحراك السياسي هي مسئولية مرتبطة بمشاركة المجتمع بكل آلياته آلياته التنفيذية وآلياته الأمنية وقيره ترجمة نانسي قنقر